لأنه أهلية التعامل من سن 21 سنة فكده هيبقى أنا بتعامل مع اسم واللي بيمضي الورق شخص تاني اللي هو الولي أو الواصل وده مش مال ده بيقبل في حالة وحيدة بس حالة الورثة الورثة جيالي أسا بس كتير على موضوع الورثة إنما بالنسبة للحالة اللي بيسأل عليها الزميل يبقى هنا لابد أن يكون السن منطبق عليه الشرط طيب تليفون آخره 83 عندي عربية والدي وهو متوفي وكنا جددنا الرخصة باسم يمكن الدخول للمبادرة إذا كانت كده الرخصة ورثة بحيازة حضرتك يعني معنا يثبت ومر على انتقال السيارة ليكم كورثة سنتين لأنه ده انتقال ملكي سنتين إذا كانت سيارة ملاكي سنتين في الحالة دي هيصلح التقدم للمبادرة لو أقل من سنتين في حيازة الورثة لازم ننتظر سنتين لازم سنتين تليم لازم تكون السيارة في حوزة صاحبها آخر انتقال ملكي سنتين سنتين طيب تليفون آخره 154 أرجو الإفادة للأشخاص اللي فوق السن يريد الاستفادة من المبادرة وبقى الشروط تنطبق عليه خمسة وستين سنة تقل كاش تمام سيدة سميرة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلك أنا زوجي توصى من حوالي خمس شهور وعندي عربية عندي عربيته والرخصة سارية وعندي بنته ولد وورثة وأنا نعم 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 وحننظر لها أن احنا موسئين عليه حالة نستاذ أحمد حيرود ده حالة تمام هو هي حالة الورثة مقبولة بشكل عام ما فيش أي مشكلة سواء باسم البنت أو باسم مجموعة الورثة كلهم بحيازة شخص منهم كل ده مقبول بس شرط السنتين ده شرط بصراحة احنا يعني مقيد بالنسبة لنا ومضطرين أن احنا نلتزم بيه ملهيش أي يعني أنا عندي رسال كتير لمسألة الورثة عرضنا ده في الحقيقة لكن بيبقى فيه اعتبارات كتيرة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور بتقدمها لنا لابد أن احنا نلتزم بيها لأنه رقم واحد من ضمن أعداد السيارات يعني احنا عندنا مليون وربعمائة ألف سيارة فلو تفتح بدون قيد ولا شرط لا لا مش بكنا بدون قيد ولا شرط معنا بقول لحضرتك لو شلنا شرط السنتين ده معناه أن المليون وربعمائة ألف سيارة ده هيتقدم فيش أي مشكلة خالص لكن الحقيقة احنا عندنا قوائم انتظار زي ما حضرتك شفتي دلوقتي أربعة وربعين ألف سيارة وسلمنا تلت تلاف تقريبا في قرب تلت تلاف فالفجوة ما زالت كبيرة بسبب قدرة الشركات على الانتاج ففي الفترة الحالية لابد من الالتزام بالشروط أستاذ إسلام تفضل يا فندم ألو أيها تفضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام تفضل حضرتك أنا معي مكرباز نعم أيها فندم أنا معي مكرباز ومقدم عليه بقالي فترة حضرتك فيه هنا مشكلة لازم حضرتك تعرف تفضل أستاذ أحمد احنا لسه نفتح التقديم بكرة مكرباز هيفتح بكرة يعني حضرتك بكرة تقدم اللي قبل كده دا كان للعربيات الملاكية فندم تمام نعم فحضرتك من بكرة تقدم بكرة على الموقع إن شاء الله على الموقع إن شاء الله شكرك أستاذ إسلام طيب خليني أقول لحضرتك الباقي الاسم اس عندي مشكلة إن الرخصة انتهت تليفون أخره 962 حضرتك أنا عندي مشكلة الرخصة انتهت ومقدم من شهر واحد والبنك لسه مردش والبنك يجيء واخد المعلومات طيب هو موضوع الرخصة السارية هو في الحقيقة شرطه من الشروط فهنضطر إن إحنا نوفق وضعنا بإن إحنا نجدد الرخصة في إدارة المرور لغاية ما تبقى سارية وإحنا بنستلم السيارة الجديدة طيب تليفون أخره 758 بيقول لحضرتك عندي تاكسي موديل 2009 لكن مستهلك تماما يدفع أدخل المبادرة لا المبادرة بتقبل من 2001 طيب ماذا عن التوكتوك تليفون أخره 86 ما فيش إحلال حاليا للتوكتوك التوكتوك دلوقتي في سبيله إلى تقنين وضعه بالترخيص وده بيتم بالتنسيق بين وزارة الداخلية والتنمية المحلية يعني يترخص أولاً يبقى له رخصة أولاً عددهم كبير جداً على المستوى الجمهورية وبالتالي هياخد وقت شوية لغاية اللي هي دي هاتف مبادرة حاجة تانية حاجة موازية مسألة ياخد التمناية ياخد التقنين أوضاع تقنين أوضاع مبدئياً وبعد كده بعد تقنين الأوضاع ممكن يتحلو الإحلال من خلال المبادرة طيب تليفون أخره 437 هل الإحلال إجباري ده سؤال في غاية الأهمية الإحلال ليس إجبارياً على أي أحد وبعد تلات سنين هل هيبقى فيه تجديد رخصة ولا لا أبيتكلم في عربية الموديل بتاعه 77 وحاليتها جيدة الرجل مش عايز يعمل إحلال حق تمام خلاص يحتفظ بالعربية بتاعته ويجدد رخصتها في وقتها القانوني مفيش أي مشكلة خالص أيها احنا ما زال عندنا قانون مرور لا يجبر الملاكي تحديداً هو بيكلم على الملاكي أيها لا يجبر الملاكي على تغيير السيارة خالص خالص مش هيجي بعد كم سنة من المبادرة ويقولك لا خلاص مش هنجدد الرخص لازم تدخل الكلام اللي أنا بقوله حداياك ده موجود على السوشيال ميدي فأنا يهمني إن أنا أرد عليهم بنرد عليهم احنا عندنا صفحة على فيسبوك وكل المتقدمين وغير المتقدمين بيسألونا بنرد عليهم إن ليس هناك أي إجبار على صاحب السيارة الملاكي تحديداً لأن المايكروباس والأجرة مطلوب إذا مر عليها 20 سنة إن هي تستبدل طيب بخصوص من فضلك أنا غيرت الموديل في المبادرة هل ده عادي تليفون آخره 77 احنا فتحين التعديلات دي يعني بمعنى إن تدخل تعدل بياناتك أو رغباتك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة طيب من فضلكو تليفون آخره 383 شوفوهونا حل في موضوع الورسة موضوع الورسة زي ما قلنا بس خليني أوضح موضوع الورسة شوية جميعاً موضوع الورسة كمبدأ هو مقبول في إطار المبادرة فيش أي مانع منه لكن لابد أن تنطبق عليه شروط المبادرة إيه هي؟ رقم واحد إن السيارة تكون في حوزة الورسة بقالها سنتين كل الأقل من سنتين مش هنقدر نقبله دلوقتي ينتظر بس السنتين ويدخل المبادرة ما زالت مستمرة مدتها ثلاث سنوات يبقى إذن ممكن يدخل رقم اتنين لما تكون السيارة بحوزة واحد من الورسة وهو أقل من السن من 21 يبقى ده برضو شرط غير مستوفى مع عدى ذلك كل ده مقبول ما فيش أي مانع خلص وعندنا حالات تم استلام السيارات بتاعتهم يعني وهم ورسة فما فيش مشكلة إن شاء الله إسمح لي الرسالة المية واثنين أنا بس هستأذن أستاذ أحمد يبقى معايا في مرة الإسبوع اللي جاي كمان لأنه رسال كتير استفسارات كتير ومن حق حضراتكو إنكو تستفسروا عن أي شيء وده واضح إنه فيه إقبال يعني صحيح اشتركوا في القناة